لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك تغطية خاصة واستثنائية ومباشرة وحية ومواكبة ليوم عرفة تأتيكم على شاشتين روتانا خليجية والرسالة بالتزامن وأيضا عبر أثير إذاعة روتانا في كل الفقرات السابقة تحدثنا عن كثير من الجهود السعودية التي بذلت عن كثير من التجارب أخذناكم إلى لقطات حية ومباشرة من صعيد عرفات وسنستمر معكم في هذه التغطية ورحب بضيوف الكرام الذين ينضمون إلي هنا في الأستجيو الكاتب الأستاذ عبد الرحمن المرشد أستاذ عبد الرحمن مساء الخير وكل عام وأنت بخير وحياك الله وأنت بخير أستاذ أمفر أيضا ينضم إليه عبر السكايب الكاتب القدير والمعروف الدكتور حمود أبو طالب دكتور حمود كل عام وأنت بخير والله يبارك الجهود وشكرا لانضمامك إلينا في هذه التغطية أهلا وسهلا أنا أخو مفرح أنا سعيد بتواجدي معكم وكل عام وأنتم بخير والله يعيده على الجنيع باليمن والبركات إن شاء الله آمين أبدا معك دكتور إذا سمحت لي كان لك تعليق على كلام الدكتور شهر النهاري كان يتحدث عن الجهود الصحية وعن تجاربه الخاصة هناك تفضل صحيح صحيح الحقيقة أنه أجاد في وصف الخدمات الصحية التي تقدم للحجيج ولكن شوف أخو مفرح الحقيقة إذا أردنا نتكلم عن هذا الجانب فقط يعني نحتاج إلى وقت طويل جدا جدا ولكن يعني من الأشياء التي لا يمكن أن يتخيلها الإنسان العادي الذي لا يعمل في المجال الطبي خلينا نتحدث بس عن التطور الأخير الذي يحدث الآن عندنا مستشفى صحة افتراضية هل تعرف أخي مفرح ويعرف الجميع أن مستشفى صحة افتراضي هذا يستطيع 2 مليون حاج أن يتواصلوا معه من أجل الاستفسار عن أي معلومة أي إرشاد أي توجيه صحي هذا المستشفى أيضا مرتبط بشبكة الخدمات الصحية الموجودة في المشاعر المقدسة نقطة أخرى أخي مفرح أيضا تفويج الحجاج الغير قادرين المصابين بوعكات صحية خطيرة من المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة يعني شاهدنا الكلام هذا بالأمس لكن العامل في المجال الصحي أو العامل في مجال الطب يعرف مدى صعوبة هذا العمل الإسعافات عبارة عن غرف عناية مركزة بكل تجهيزاتها يعني أن تنتقل بهؤلاء الحجاج الذين يعانون من أمراض حرجة إلى المشاعر المقدسة مع توفير كافة خدمات العناية المركزة في قافلة طويلة إلى أن يصلوا ترى هذا عمل تقنيا عمل في غاية الصعوبة ولكن يتم كل عام بنجاح النقطة الثالثة يا أخي مفرح قد لا أعلم الكثير يعني أن هناك بعض الحجاج يأتون من الخارج ولديهم أمراض مستعصية أمراض مزمنة في القلب أو غيره يأتون للحج وفي دواخلهم أمنيات أن يحظوا بعناية صحية في المشاعر مثل ماذا؟ هل تعرف أن هناك عمليات جراحات قلب مفتوح تتم في مستشفيات المشاعر المقدسة؟ أنت لما تتكلم عن عملية قلب مفتوح هذه تتم في مستشفيات بتجهيزات مسبقة كبيرة وتقنيات عالية جدا هذه كلها أصبحت متوفرة الآن في خدمات الصحة المتوفرة للحجيج تتكلم عن وحدات غسيل كيلة متنقلة ترى هذه أحدث يعني ما يتم في الطب الذي يتم في المشاعر من الناحية الصحية كما غيره من الخدمات هو أحدث ما وصلت إليه التقنيات في العالم هذا في الجانب الصحي ونترك المجال لك يا أخي نفرح لي السؤال والإسبسار عن أي جانب آخر بس أحببت أنا أيضا التنويه عن هذه الخدمات نعم بنرجع لكل الجوانب الدكتور وأنا أشكرك بس ونبه المشاهدين نحن يمكن عرفنا الدكتور حمود أبو طالب بكتاباته بمقالاته بتوجهه إلى صفحات الرأي والقضايا العامة ولكن الدكتور حمود من صلب المشهد والواقع الطبي وعاشوا وعايشوا سنوات طويلة جدا ولذلك يتحدث بكل هذه المعلومات عن دراية وعن قرب وبنرجع إن شاء الله لتجاربه مع الحاج أستاذ عبد الرحمن أرحب فيك مجددا يمكن الكلام عن الجهود الصحية كان كثير وغطينا في أكثر من محور أخذ معك الحديث عن الجهود الأمنية اليوم نحن نشوف دائما استعدادات أمنية عالية الأمر لا يقف عند موضوع الاستعداد وإنما النتائج المنفذة على أرض الواقع تقول دائما إننا نحظى بمواسم حاج آمنة نعم طبعا قوات أمن الحاج اللي حقيقة مناط فيها متابعة عمل الحاج والإشراف والسار على راحة الحجيج وكل زوار وقاصد الحرمين الشريفين طبعا نحن لما نتكلم عن الجهود اللي تقوم فيها الجهات الأمنية هذه جهود كبيرة وهذه جهود يعني حقيقة هي ليست وليدة اللحظة يمكن بعد نهاية هذا الموسم يبدأ الاستعداد للموسم القادم فمعنات أن هذا الموسم كان الاستعداد من على طول السنة الماضية وهناك استعداد وترتيب وتنظيم لإخراج موسم الحج موسم حج آمن موسم حج يعني لا يشوبه أي مشكلة ولا يعني حقيقة يعكر راحة الحجيج أي مشكلة وهذا ما تؤكد عليها المملكة العربية السعيدة دائما مرارا وتكرارا نحن يمكن هذه السنة شاهدنا كثير من الرسائل النصية اللي تؤكد أنه أمن الحجاج خط أحمر وفعلا هذا ما حدث الآن ما شاء الله تبارك الله يعني الكل آمن الكل مطمئن أنا والله لا أخفي كان أتكلم عني أنا يعني نفسيا وهذا ما يعشر فيه أتوقع الجميع أنه من خلال هذه الرسائل من خلال هذه المتابعة ومن خلال هذه الحديث التوعوية أنا متأكد بإذن الله أنه بيكون موسم الحج آمن وسليم ومطمئن بإذن الله لكافة الحجاج لأنه فعلا هناك عيون تسهر هناك عيون تتابع نشاهد الجهات الأمنية وعلى رأسهم سمو وزير الداخلية تلقى موجود دائما يتحدث تلقى مثلا القيادات الأمنية المسؤولة في الحج كلها دائما تتحدث عن هذا الأمر وتؤكد فعلا أنه لا مجال للعبث أو العابثين أنت جيت هنا يجب يعني الحج لا فيه ما فيه لا رفث ولو في سوق عندك الآن الحج وتؤدي نسوكك وتؤدي مشاعرك بكل أمن وأمان مطمئنان فأنت إن شاء الله آمن سليم ما عندك أي مشكلة لكن من تسول له نفسه أنه حقيقة أن يعبث بأمن الحج أو يسبب قلاقل أو يسبب أي مشكلة لأمن الحجات بالتأكيد من قوات الأمن لا بالمرصاد الآن ولله الحمد إحنا نعيش يعني حقيقة يعني مواسم حج يعني أنا أقولها بكل صراحة وليس هذا الموسم فقط هذا الموسم والموسم السابقة كل موسم إحنا قاعدين ننافس أنفسنا لا أحد أحد ننافسه لأنه فعلا جهود المملكة العربية السعودية ما شاء الله تبارك الله على أعلى مستوى أنت لما تتحدث عن ما يقارب الثلاثة مليون حاج في بقعة جغرافية محددة ومع ذلك ما تجد أي مشاكل لا تجد ولله الحمد تدافعات ما تجد مشاكل ما تجد يعني أي قلاقل حتى ولله الحمد جميع ما يتعلق بأمور تموين الحجاج من ناحية أكل من ناحية شرب من ناحية ما من كل شيء كل شيء موجود هذا كل ولله الحمد المملكة العربية السعودية تعمل خطة دقيقة ومتابعة مستمرة لكل ما يعني حقيقة يعطي الحجاج للأمن والسلامة وهذا ما نلاحظه وهذا ما نلمسه كل عام نحن الآن نشاهد من خلال الشاشات الآن حجاج بيت الله الحرام فيه كافة المواقع ماخدين راحتهم وحريتهم ويعدون نسكوكم بكل راحة نسكوكم بكل راحة وبكل أمن وأمان وأطمئنان هذا يؤكد فعلا أن فيه جهات أمنية وقوات أمن الحقيقة قوات أمن الحجز تتابع باستمرار ونحن نقول الله الحمد ونقول بارك الله حقيقة فيه هذه البلاد التي تتابع وتسهر على راحة قاصدية الحرمين الشريفين الحمد لله دكتور حمود والحديث متصل أيضا من ضمن ما جاء في خطبة عرفة للشيخ ماهر المعقلي وسبقوا أكثر من تصريح لمسؤول أن الحج هو مكان للعبادة وليس للشعارات أو التحزبات وردت هكذا بالنص في الخطبة تعليقك نعم 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 الحقيقة هذا يعني ما ذكره فضيلة الشيخ في هذه الخطبة يعني تأكيد لما قاله كل المسؤولين في المملكة العربية السعودية والمسؤولين عن الحج بالذات وهذه بديهية يعني في الواقع أنه يعني أي مسلم عاقل يأتي للحج يجب أن تكون هذه الفكرة راسخة لديه ولكن للأسف الشديد يعني أن الأمة الإسلامية ابتليت يعني ببعض من يحاولون خلط الأمور يعني توظيف هذه المناسبة المقدسة لدى المسلمين لأمور دنيوية وبفهم خاطئ وبسذاجة شديدة وهم ناس يعني مدفوعين وجهلة يعني لا يعرفون ماذا يتحدثون أو أنهم يعرفون قدسية هذا المكان ولكن يعني نحن نعرف أن الإديولوجيا يعني تعمل أبصار أوكي ولكن في المقابل فهم من فهم ومن لا يريد أن يفهم فله الخيار أن لا يفهم هناك خط أحمر غير مسموح به بتاتا وعجبني ما قاله الناطق باسم الأمن العام مساء البارحة أنه غير مسموح حتى التفكير في الإخلال بأمن الحج أعتقد أنه يعني متحدث وزارة الداخلية نعم 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 يعني هذه المضامين التي تكررها الدولة دائما ويكررها المسؤولون من كل الجهات هي أولا لكي يؤدي الحجيج مناسقهم بالشكل المطلوب ويتفرغوا للعبادة ثانيا هذه دولة هذه دولة مسؤولة عن كل هؤلاء الحجيج في النهاية يعني لن تسمح لصاحب هوى لن تسمح لعابث لن تسمح لمتهور تحت أي ظرف كان وبأي ذريعة كانت أبدا غير مسموح ولكن الرسائل وصلت وهذه الرسائل تم التأكيد عليها قبل بدء موسم الحج وللمعلومية أيضا هذه التعليمات يعرفها كل حاج قبل أن يأتي إلى المملكة العربية السعودية هي موجودة ومبلغة لكل الدول التي يأتي منها الحجيج وهي معروفة للجميع يعني أي حاج يقول مثلا أنه ما يعرف عن الكلام هذا إلى بعد وصول المملكة لا هذا الكلام مرفوض أنت تعرف أن أنظمة المملكة العربية السعودية تمنع مثل هذه الممارسات منعا باتا ومن يرتكب حماقة الممارساتها فالدولة واضحة فيما ستتخذه بشأنه إذن ليست هناك مفاجآت القضية معروفة التعامل معها إذا لا سمح الله حدثت هي معروفة وواضحة للعالم أجمع نعم طيب أستاذ عبد الرحمن ودي تشاركني هذه النقطة كان الكلام واضح أنه لا وجود لشعارات لا وجود لتحذبات أنت جاي هنا علشان تؤدي فريضتك وتؤدي مناسك وتمشي هذا مكان للعبادة فقط نعم صحيح طبعا يعني وزارة الحج كل سنة تذهب وتلتقي بمسؤولي ممثليات الحج في أغلب الدول وتعطيهم التعليمات وتعطيهم التوجيهات والله في تعليمات واضحة وتوجيهات واضحة يجب أنه لا يتم تجاوزها وهذا موسم حج في النهاية يعني أنت ما جيت هنا علشان والله يتفسق ولا علشان ترفث ولا علشان تسبب مشاكل لبقية الحجاج بالأكس الكل الآن يعني جاي لهذا الموسم يطلب الله الرحمة يطلب من الله عز وجل المغفرة يطلب من الله عز وجل للستر والعافية بالحكس يعني يفترض أنه علشان يكون حجك مقبول أساسا أنت مسلم وتعرف أنه عساس يتقبل الله منك يجب أن تكون أمورك سليمة يجب أن تكون النية أصلا مش حتى التصرفات وأنت غير راضي لا يجب أن تكون نيتك في الأساس سليمة أنه والله أنت جاي على أساس أنه تعبد الله وتقضي فرضك لكن حتى مجرد أنك زي ما قال متحدد وزارة الدقلية أنه لما أنت تجي وأنت قاعد تفكر والله كيف تسبب مشاكل كيف قاعد والله تعمل ترفع شعارات هذا كله أصلا غير مقبول ويمكن هذا يؤثر على سلامة حجك ويؤثر أيضا على نقاء حجك فلذلك يفترض أن تكون نيتك سليمة ويجب أن تأتي هنا إلى بيت الله الحرام وأنت ولله الحمد مخلص النية لله عز وجل أصلا اللي جاي بهذه الأفكار هو ما هم حجه يكون سليم ولا لا هو جاي بس عشان ينفت الفكرة ويمشي هذا اللي جالس ينكر كده نعم وأنا أتذكر إذا سمحتني يا أستاذ منفرع أنا أتذكر أحد المسؤولين عندما قال إذا لم يحترم أحد قدسية المكان وقدسية الزمان فرجال الأمن هم حقيقة هم من سيتولون الأمر فلذلك إذا جئت هنا خلاص عندك طريق وعندك الحمد لله أو لله عندك الآن شعيرة لازم تؤديها بالشكل السليم لكن إذا كان عندك والله أفكار مثلا أو عندك مشاكل أو عندك مثلا أمراض نفسية تبغى تطلع عين هذا الأمر مرفوض تماما وهناك من يقف بالمرصاد وكلنا نقف حقيقة بالمرصاد لمثل هؤلاء ونحن نشكر حقيقة المسؤولين هنا في المملكة العربية السعودية من خلال الرسائل التوعوية رسائل توعوية تأتي باستمرار رسائل نصية رسائل مثلا عبر رسائل الإعلان مريع رسائل الإعلان مقروع كلها تؤكد على هذا الأمر أنه أمن الحجاج خط حمر وكلنا نؤكد ونردد هذه الجملة ونقف معها تماما جميل دكتور حمودي إذا سمحت لي وقبلت مني أنا ودي أنبش شوي ذكرياتك مع الحاج العمل في الحاج الأيام اللي كانت الفوارق اللي حدثت خلال كل هذه السنوات إيش ممكن تحكي لنا؟ والله يا أخوي مفرح فوارق هائلة هائلة جدا يعني أنا أتحدث مثلا عن تجارب قبل 18 سنة يعني يا أخو في تلك الفترة يعني الإمكانات التقنية يعني نحن لا نتحدث عن الإمكانات الأخرى الإمكانات التقنية يعني نقلت خدمات الحج نقلة هائلة جدا نعم كانت هناك صعوبات صعوبات يعني كبيرة ولكن أيضا كان الاستعداد كان كبير جدا ولكن كان يعني تعرف لم تكن هذه التقنية في التواصل المتوفرة فكانت هناك صعوبات جدا في ربط يعني شبكة الخدمات أنا أتحدث عن الخدمات الصحية على وجه التحديد ولكن من تواجد هناك كنت يعني أرى الخدمات الأخرى الموجودة كانت هناك متاعب في توفير بعض المستلزمات في عملية اللوجستيات في عملية النقل يعني كان عامل الوقت كان ضاغط كبير جدا يعني على كل العاملين في الحج ولكن هل تتصور رغم ذلك أخي مفرح أنه كان الزملاء يتسابقون للعمل في الحج ليس من أجل مقابل مادي ولكن من أجل اكتساب تجربة لا تتوفر لهم في أي مكان في العالم من تجربة إدارة الحشود في المجال الصحي والطوارع في خدمات الحج هذه التجربة يعني كان كل ممارس صحي يتمنى أن يكتسبها الحقيقة أي واحد يذهب للخدمات في الحج لابد أن يعود بذاكرة مكتنزة بكثير يعني من الذكريات الجميلة من المشاهد الرائعة يعني تلمس تلمس الإمتنان وتلمس الرضا يعني لدى الحجاج عندما يدخل مريض ويأخذ الخدمة كاملة وترى يعني عينيه تلمع ببريق الشكر والإمتنان ولهذا البلد وللقائمين على الحج يعني هذا الشعور النفسي الذي يتولد لديك من رؤية هذه العلامات المريحة لدى الحجاج يعني هذا لا يمكن أن تجده في أي مكان آخر صدقني يعني يعطيك دافع لأن تعمل مهما كان التعب ترى الناس لا تنام هناك يا فرع يعني حرفيا لا تنام يعني يمكن أربع أيام ثلاثة أيام يعني الواحد يسترخي على الصوفة أو في مكتبه أو كذا ولكن لا أحد يتذمر كل واحد يعني يريد أن يحوز على شرف خدمة الحجاج يا سلام دكتور قبل ما ودعك أبغى أسمع منك شيء بالعادة أسميه لضيوفي تغريدات صوتية جمل سريعة الأولى تقولها للأجهزة العاملة في الميدان اليوم في موسم الحج وش رسالتك لهم؟ نحن على كامل الثقة بأنكم في منتهى المسؤولية وأنكم قادرون على التعامل مع كل موقف وتجربتكم في إنجاح الحج تتطور وتتراكم والجميع في كل العالم الإسلامي يمتنون لعملك نعم لي الحجاج وضيوف الرحمن من الداخل والخارج وإيش رسالتك؟ أنتم ضيوف الله أولا احترموا موقفكم بين يدي الله وأنتم في ظل وحماية ورعاية دولة حانية ولكنها قوية أيضا جميل التغريدة الصوتية الأخيرة لفئة أشوف أنها تستحق أن نلقي عليها الضوء كثيرا وهي فئة المتطوعين الذين تطوعوا لخدمة حجاج بيت الله الحرام وهم يمثلون تقريبا كل بيت في السعودية ويش تقولهم؟ هم أروع الناس وأيمل الناس وأتمنى أن يقتدل آخرون بهم دكتور حمود أبو طالب شكرا جزيلا لك شكرا لهذا الوقت شكرا لهذه الإضاءات المهمة وشكرا لما أثريتنا به من آراء معلومات في هذا الحديث أعود لك سيد عبد الرحمن اتكلمنا عن المتطوعين اتكلمت مع ضيف سابق مع الدكتور حمود ودي أيضا كلمة منك المتطوعين هؤلاء الناس الذين تطوعوا لخدمة الحجاج انخرطوا في دورات معينة إلين وصلوا لهذه الجودة؟ ويش تقولهم؟ طبعا أولا قبل نقطة كده سريعة قبل ما أتكلم عن المتطوعين أولا أبقى أؤكد أن هذه النجاحات التي تحدث في موسم العج كل عام نجاحات مبهرة يتحدث عنها الجميع كلها حقيقة بإشراف وتنظيم متابعة ابناء وبنات البلد كلهم مواطنين سعوديين حقيقة يؤدون جهودهم ويؤدون حقيقة أعمالهم وكل اقتدار ونقولهم الله يعطيكم العافية وما قصرتون بالنسبة للمتطوعين أنا أشاركك الرأي يا أستاذ الفرح أن فعلا هؤلاء أتوا تطوعا من عندهم وبالعاقس كثير من أبناء وبنات البلد عندما يأتي موسم الحج يبادرون بشكل كبير وبشكل سريع إلى تسجيل أسماءهم للمشاركة في موسم الحج وحقيقة يقومون بأدوار كبيرة وأدوار مهمة مثل إرشاد التائهين مثل يعني مثل مساعدة المرضى أمور كثيرة يساعدونها وفيه كافة القطاعات هؤلاء يعني حقيقة يعني نقولهم الله يعطيكم العافية وما قصرتوا وجهودكم كبيرة وجهودكم جبارة وأنا أنا أقول هذا يعني هذه من الأمور يعني اللي أكدت عليها أيضا رؤية المملكة 20-30 في الفترة الأخيرة من ناحية باب التطوع ومن ناحية التوسع في التطوع نحن الآن نشاهد ما شاء الله أرقام كبيرة جدا جدا لأبناء وبنات الوطن اللي قاعدين يساهمون واللي لهم أدوار كبيرة وأدوار جبارة وبالعكس أنا أشاهد أنه كثير من الجهات العاملة في موسم الحج كافة القطاعات تلقاها تستفيد لا يمكن تجد يعني قطاع إلا وتلقاها يستفيد من المتطوعين والمتطوعات ويعطيهم على فكرة يعطيهم يعني أدوار ومهام يعني صعبة ما هي أدوار ثانوية ومع ذلك يؤدونها بكل اقتدار وبالعكس نقولوا ما الله يعافيكم وما قصرته وهذا جهودكم أولا أنتم إن شاء الله يعني على أجر وثانيا يعني أيضا أنتم قدمتوا خدمات كبيرة لهذا البلد اللي يسهر ويتابع ويطمئن على راحة حجاج بيت الله الحرام جميل اسمح ليستهد عبد الرحمن أنتقل إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في كل فترة من هذه التغطية أنا أتحدث عن جهود الميدانية لبعض الوزارات المتواجدة هناك في موسم الحج كنا مع المرور وكنا مع الصحة والآن ينضم إليه عبر الهاتف الأستاذ محسن الحارثي الأمين العام للتوعية في الحج والعمرة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أستاذ محسن مساء الخير وشكرا لقبولك الدعوة أيهاكم الله أهلا وسهلا وتقبل الله من الجميع حجهم أول شي طمنا عن جهود الوزارة هناك كيف صارت خلال اليومين الماضين وتحديدا اليوم في عرفة الحمد لله أبشر في الجهود طيبة أول الله الحمد الوزارة بعدما اعتمد الخطة التشغيلية لبرامج التعمال العامة معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف عبداللطيفة الشيخ حافظه الله الذي يتابع باستمرار هذه البرامج العلمية والدعوية والتوعوية بفضل الله عز وجل في هذا اليوم العظيم تم هناك شاشة أكثر من 300 شاشة أفترونية أخي الكريم بها رسائل بعوية وإرشادية تتبث أكثر من 15 مليون رسالة مترجمة بلقات عالمية أيضا أخي الكريم من الوزارة وظفة التقنية هذا العام خاصة في مجال الهاتف المجاني الذي يستطيع أن يستقبل أكثر من 500 اتصال في وقت واحد بعشر لغات عالمية لا سيما أيضا هناك التوجيهات الشرعية الاتصال عن بعد مشاهدة السائل والداعية ويقوم بينهما شوار في ما يريده السائل من الشيخ في استشتاره في آداء نسكه على أكمال وجه ولله والحمد والمنا أخي الكريم فضل استقبلتم على طاري الهاتف المجاني أكثر من 340 ألف مكالمة كان فيها استفسارات كثيرة على الحاج ويش أغلب الاستفسارات التي توصلكم؟ أغلبها عن النسك وعن الحاج وعن صفة الحاج أو صفة العمرة أو أيضا عن كل أن الحاج عندما يأتي إلى هذه البلاد المباركة أول ما يتم مؤجهة به توزيع الكتب والمضويات التي تعينها على داع نسكها الحاج يحرص كل الحرق لأنه يأتي من مكان بعيد يحرص على أن يكون هذا الحج مضرور وأن يكون صحيحا ويسأل عن هذه الأسئلة التي تعينها على صفة الحج وكيفية أداء الحج وما هي العمور المترطبة له في هذه الأماكن المباركة وكيف يبدأ عمله بحمره أو حج وأيضا ما هو الأدعية التي يقولها في عرفة عند الجبن وأسئلة كثيرة في النسك نعم طيب بكم اللغة أنتم تستطيعون الإجابة على الحجاج أستاذ محسن أنتنا الهاتف المجاني المسموع عشر لغات عالمية ما شاء الله أما الفتوى التوجيهات الشرعية عن طريق الاتصال المرئي عن بعد ثلاثة لغة عالمية وهذه الخدمات تقدم في المواقف قبل أن يأتي الحاج إلى مكة المكرمة وأيضا اليوم موجودة هذه الأجهزة داخل نميرة تعمل بشكل باستمرار الهاتف المجاني الدعاء يعملون الآن على مدار 24 ساعة في الكبائل وكذلك هناك طريق عمل في مسجد نميرة يشرف على هذه الأجهزة التقنية التي تخزم الخدمات التقنية لغيب الرحمن الأجهزة أستاذ محسن مزودة بثلاثين لغة عالمية صحيح ثلاثين أجهزة الاتصال المرئي بثلاثين لغة يستطيع الحاج أن يختاروا اللغة التي تناسبة عندنا مترجمين أخي الكريم يجلسون مع الدعاء يساعدونهم في إيصال المعلومات الصحيحة لهذا الحاج حتى يؤدي نسكه على أكمل ولله الحمد والله جهود عظيم أستاذ محسن شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في هذه التغطية الأستاذ محسن الحارث الأمين العام للتوعية في الحج والعمرة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ثلاثين لغة عالمية موجودة في الحج عندك الجهاز المرئي اضغط اللغة التي تبغاها وتحدث مباشرة وضع سؤالك واستفسارك ويجاب عليك جهود عظيمة في فقرة الأخبار كنا عرضنا فيديو لمعالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري وتحدث فيه في تصريحات مهمة جدا لمجموعة وسائل الإعلام عن نقاط كثيرة جدا الحج بتصريح وبلا تصريح جهود المملكة الأفعال التي تسبق الأقوال كثير من الحوار الجميل خلال ثلاث دقائق الآن نبغى نشوف التصريح كامل نأخذكم له ونرجع أعتقد لا أنت ولا أنا ولا أحد يقبل أن يأتي إلى الحج وهناك من يسلبنا هذا الحملة ودور الحكومة السعودية هذا دور قصيد الحكومة السعودية لتنظيم الحج وأيضا إعقاء كل بحاج حقا الحجاج المصرح لهم لهم حقوقهم وغيرهم ليس لهم حقوقهم هل هذا ينطبق على السعوديين وغير السعوديين والحكومة السعودية عندما تقول بأي إجراء أو أي تنظيم فهي لا تفرق بين الجنسين سيادة الوزير تقريبا هذه الحملة هي الأولى من نوع هذا العام هل هناك خطة حكومية عفوا لتطويرها في الأعوام المقبلة؟ حتى الآن نحن 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 أن كل حاج لحقوق والحكومة السعودية تحفظ هذه الحكومة ومن يأتي بدون تصريح هو ليس لديه الحق في ذلك وهو يسلب حق حاج أتى من آخر الدنيا من أجل أن يؤدي هذه الفريضة ومن واجب الحكومة السعودية أن تحفظ حقوق الحج كيف ترون الآن ساليب التقنية والدور البتاز الصناعي في موصل حج هذا؟ أنا أعتقد أنه ما تم الآن من أعلان من خدمات من جميع الجهات الحكومية يثبت أن المملكة العربية السعودية تستخدم أحدث التقنيات سواء نتحدث عن التكسي الطائب نتحدث عن بطاقة نسل نتحدث عن برنامج وصير في سدايا نتحدث عن جميع الإجراءات التي تمت والتقنيات فهي استخدمت البكاء المصطناعي وإن شاء الله نحن مقبلين على تطوير الخدمات في كل موسم حج مع الوزير بس فيما يتعلق في الوفود الإعلامية وأيضاً التصاريح الإعلامية دور كبير قمتم به هذا العام صراحة يعني جهد مشكور ونبغى أكلمة بخصوص هذا العام والتطويرات اللي ممكن تشهدها العام اللاحق بالنسبة المملكة لدينا الأفعال تسبق الأقوى وهو مبدأ راسخ لخدمة حجاج ضيوف الرحمن الذين يقومون المملكة حيث تعمل جميع جهات الدولة وقطاعاتها بتوجيهات من سيدي خادي الحرمين الشريفين وبإشراق مباشر وبمتابعة شخصية على مدار الساعة من سمو سيدي ولي العهد لضمان إنهاء الحجاج بناسكم بكل يسر وسهولة أنا موظف حكومي مكلف بأداء وظيفتي هناك مئات الآلاف من الموظفين المدنيين وكذلك العسكريين وخلفهم مواطنين سعوديين وكلنا كموظفين عندنا تعليمات مباشرة أن موسم الحج هو أهم واجب نقوم فيه طول السنة ولذلك ترون أن الدولة تستنفر بكافة إمكانياتها وطاقاتها لخدمة الحجاج كلمة من الكلمات المهمة جدا رسائل واضحة وجميلة ومثقفة جدا ومثل ما قلت في وقت الأخبار أقول الآن تصل ليس فقط إلى كل الحجاج بل إلى كل العالم وكل من يعني حج الآن أو سيحج مستقبلا واضح الرسائل تعليقك سيد عبد الرحمن أعجبني حقك كلمة معالي للوزير السيد سلمان الدوسري عندما قال أنا موظف حكومي فهو وزير يعني هذا اللي يقول هذا الكلام هو وزير وفي النهاية مع ذلك لما جت لمواصل المسألة إلى خدمة الحجيج هو اعتبر نفسه موظف وجاي يسهر ويتابع أعمال حج وكافة الوزراء وكافة المسؤولين وأكد هو أيضا على جملة مهمة أنه سمو ولي العهد يتابع شخصيا وباستمرار وعلى مدار الساعة وش اللي قاعد يتم فإحنا الآن كلنا من رأس الهرم إلى أصغر مواطن كلنا الآن حريصين يعني حقيقة على سلامة الحجاج وعلى يعني خدمة الحجاج أيضا قال كلمة اللي هي موضوع الحج خط أحمر وفعلا الحج خط أحمر أو الحج بلا تصريح الآن ما شاء الله تبارك الله يعني الأعداد المليونية الموجودة في مكة أنت في النهاية تتحدث عن منطقة جغرافية محددة تتحدث عن منطقة لها طاقة استيعابية فلابد أن يكون لها تنظيم عساس تصل الخدمات بشكل سليم علشان قد نستطيع يقدم الخدمات لكافة الحجاج لابد أن يكون هناك أعداد معينة لابد أن يكون هناك ترتيب لابد أن يكون هناك تنظيم أنت لو عندك مناسبة هالحين مثلا وعزم 200 مثلا لا صحيح عزمت 200 شخص أنت جاي بتجهيزاتك على هذا العدد فأنت مو منطق أنه والله لما مثلا أنا أجي مثلا عزم 200 شخص ما أتفاجأ جايني ألفين وش اللي بيصير؟ نعم طيب أنا قبل ما أودع الدكتور حمود أبو طالب سمعت منه ثلاث تغريدات صوتية المتطوعين الحجاج الجهود سمعنا منك رسالة المتطوعين كده تغريدة صوتية بجملة مقتصرة للجهود والناس اللي في الميدان اليوم من كل الأجهزة أمنية ومدنية وش تقول لهم؟ أقول لهم أنتوا تقومون بجهد جبار وجهد كبير ويعني حقيقة أنتم على إن شاء الله على أجر وأيضا على أجر لخدمة حجاج بيت الله الحرام وخدمة حجاج اللي جايين يعدون هذه الشريعة وأيضا لخدمة بلادكم ووطنكم للحجاج من الداخل والخارج الحجاج نقول يعني إحنا دائما نؤدي رسائل واضحة أنه لا حج لا بي تصريح أنت أتبع النظام صدقني لن تتضرر ولن يجي لك أي مشكلة للمتطوعين أيضا مرة ثانية واخيرة المتطوعين بالعكس أنتم يعني حقيقة جيتوا وضحيتوا وقدمتوا يعني حقيقة جهودكم بالمجان وبالعكس أنتم قاعدين تتابعونه وقاعدين يعني حقيقة تعملون الإرشاد التاهيين تعملون لمساعدة المرضى وكل هذه أجورة كبيرة عند الله عز وجل أستاذ عبد الرحمن شكرا جزيلا لك وليحضورك معنا شكرا للأستاذ عبد الرحمن المرشد قبل وشكرا للأستاذ بحسن الحارثي من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة للإرشاد وشكرا أيضا للدكتور حمود أبو طالب التغطية عبر شاشتين روتانا خليجية والرسالة وأثير إذاعة روتانا في مستمرة معكم بدأ معكم الزميل فيصل العتيبي وقراءة حول خطبة عرفة استبرت معكم وتشرفت خلال هذه اللحظات بعد قليل سينضم إليكم الزميل أحمد العبد الكريم لمواصلة هذه التغطية باتوا في ميناء آمنين صعدوا إلى عرفات آمنين نفروا إلى مزدلفة آمنين أدوا مناسكهم تحيطهم عناية الرحمن ثم حرص رجال الأمن وكل شبر في مكة يزهر أمنا وأمانا وطمأنينة وسلاما في السعودية كل مكان يفتدى بالأرواح فكيف وهي الأماكن المقدسة هذه الحقيقة تسعد المحبين وتوجع المأزومين أولئك الذين صدقوا عبثا أو هامه شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ترجمة نانسي قنقر